في مؤشر واضح لتصعيد الحرب البحرية بين ايران والولايات المتحدة الامريكية وفي سابقة لميليشيا الحرس الثوري الايراني الميليشيا تقر رسميا بمقتل تسعة من عناصرها في اشتباكات مباشرة مع القوات الامريكية في مياه الخليج العربي قائد القوات البحرية في الميليشيا علي رضا تانكسيري اكد لولاية الانباء الايرانية مهار مقتل عناصره موضحا ان العديد من الاشتباكات المباشرة حصلت مؤخرا بين قواته البحرية والقوات الامريكية في منطقة الخليج العربي زاعما انهم قاموا بتوجيه تسع ضربات للقوات الامريكية ردا على مقتل عناصره دون ان يتطرق الى ذكر المواقع التي استهدفتها تلك الضربات او حتى اوقاتها تصعيد اسرائيلي لحدة الخطاب تجاه ايران وميليشياتها في الشرق الاوسط حيث اعتبر رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتا ليبنت ان ايران تعمل على تطويق بلاده عن طريق الميليشيات والصواريخ مشددا على ان اسرائيل في مرحلة صراع حساسة مع طهران من جانبه اتهم وزير الدفاع الاسرائيلي بني جينس ايران بشن هجمات على اهداف بحرية من قواعد لها في شبهار بجزيرة قشم موضحا ان هذه المواقع تستخدم ايضا لتخزين طائرات حربية مسيرة سنغادر الى فيينا بفريق كامل وارادة جادة لرفع العقوبات يجب على الاطراف الاخرى ايضا محاولة التوصل الى اتفاق عمليا وشامل اعتقد انه من خلال هذه الادعاءات يمكن للامريكيين بيع رواية كاذبة للمجتمع الدولي من اجل خلق جو نفسيا في الاستعداد لمحادثات فيينا لن يساعدهم هذا على الاطلاق تطورات متسارعة تأتي قبيل استئناف المفاوضات المقررة الاثنين المقبل بين طهران والقوى الكبرى بهدف انقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بالتزامن مع تشديد واشنطن على انها لن تقوم باي اجراء احادي الجانب من قبيل تخفيف العقوبات المفروضة على ايران فقط من اجل العودة الى طاولة المفاوضات وتأكيد اسرائيل على عدم اعترافها والتزامها بالاتفاق النووي مع ايران حتى لو عادت الدول الكبرى للعمل بموجبه